أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ناجح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو يأتي هذا وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية التبعة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي خلال دورتها السبعة عشر والمقامة حاليا في العاصمة المغربية رباط بعد أن حشدت مصر تأييدا واسعا وصل إلى حد الإجماع وأشهد مجلس الوزراء بإحراز هذا النجاح الكبير الذي يؤكد أن الدولة المصرية حافظت على تراثها العريق عبر مئات السنين